في لقاء خاص للمشهد قال رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن شارلز ويلسون إنه لا مزيد من المفاجآت بخصوص مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية مؤكدا أن كمالا هاريس هي المرشحة التي أيدها الجميع لا أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المفاجآت فأنا متأكد من أن كمالا ستكون المرشحة الرئاسية لحزبنا فالعديد من المندوبين قاموا بدعمها والتأكيد على ذلك بالإضافة للرئيس جو بايدن وحتى نانسي بيلوسي وأيضا باراك أوباما سينضم إلى هذه القائمة ويمكننا القول بأنها مرشحة رئاسية أمام ترامب